السلام عليكم أسعدكم الله بكل خير مرحبا بكم معي في فيديو جديد اقتراح جديد فطائر المقلات السائلة يتحضر أكثر من رائعة فطائر سهلة سريعة خفاف رائعين مستحيل جربهم وتستغنائ عليهم انتقلوا جميع الفيديو باقي مراحيل التحضير فرجة ممتعة بالنسبة للمقادير 4 كؤوس من السميد القمح الصلب 4 كسان طبعا العبار بالكأس العنبة المعتاد كأس الثالث ثم نضيف الكأس الرابع كذلك نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة حبيبات كذلك ملعقة كبيرة من السكر حبيبات و القليل من الملح بالنسبة نضيف ملعقة نضيف ملعقة ثم نضيفة الماء نضيف و الماء تقريبا د viele كؤوس هلقي الكأس الأول وago الماء والماء asy و كذلك الكأس الثالث consolid و الكأس الثالث كذلك الكأس الرابع نضيف باللخلاء نزج جميع المكونات نخلط المكونات نضيف نصف كاس آخر من الماء نضيف نصف كاس آخر نضيف المكسور نحن نخلط مدى دقيقتين نضيف كيس من خميرة الحلويات الوزن 8 غرام كذلك نخلط ديك الخميرة مزيان نحاول ان نخلط ديك الخميرة مزيان حتى اللحظ انها مبقاش ديك الحبيبة دي الخميرة يعني انساجمت مع باقي المكونات بعد ما اخلط الخليط ديالي نغطيه بالكيس البلاستيكي ونخليه اختامر تقريبا مدة ديال 20 دقيقة ونرجع معكم في مرحلة الطهي مباشرة هنا بعد ما اختامر الخليط كما تلاحظوا يعني تقريبا نخليته 20 دقيقة نحاول ان نخرج منه ذاك الهواء كما تلاحظوا يعني خليته المدة الكافية حتى اختامر مزيان مباشرة هنا يا غدين ندوزو باش نطيبو الفطائر ديالنا هنا يخدي طبعا جوج مقلات يمكن لكم تاخدو غير مقلة فقط غدين ندهن المقلة ديالي الاولى بالزيت طبعا انا اخدي جوج مقلات لتسريع عمليات الطهي نضيف القليل من الخليط ضروري يعني يروح الكمية لا بأسابيها من الخليط باش يجيو ديالك الفطائر ما يجيو شرقاق يعني يجيو شوية غلط مباشرة هنا يا كذلك ندهن المقلة الاخرى بالزيت ونحاول انني نقلف فيها الفطيرة يعني باش ننسرعه عمليات الطياب في الساعة يعني ما ناخدوش معنا هاد الفكرة هادي او هاد العملية ما كتاخدوش الوقتي يعني في الساعة نطيبوه الكمية الكثيرة نحاول كذلك ندهن القليل من الزيت ونطيب الفطائر ديالي من جوج ديالجيهات حتى يحماره يقدو هاد اللون الذهبي كذلك ندهن المقلة بالزيت نحاول انني نقلف فيها الفطيرة باش نطيب من الجهة الاخرى نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الفطائر هادو لانه هم رائعين فعلا كيستحقوا التجريبة ما فيهمش كثرة يعني المراحيل كذلك التعقيدات مقادر ديالهم سهلة متوفرة في اي منزل نستمر هنا بنفس الكيفية حتى نكمل الخالد ديالي كامل كما كتلاحظوا كان قلب الفطيرة ديالي حتى قد حمار من جوج ديالجيهات كما كتلاحظوا كيستحقوا خفاف مهويين كيستحقوا في اخر لحظة كيجيوا احسن من البغرير مستحيل انكم تجربوهم وتستغنوا عليهم لانه هم رائعين كيجيوا مهويين من داخل خفاف اكيد غادي تجربوهم ويعجبوكم كما كتلاحظوا من الداخل كما كيجيوا كيجيوا رائعين لا فيدي ديالي بانتهى شكرا على التتبع ديالكم والى اللقاء في الملتقى مع فيديو وصفة جديدة دنتم في رعاية الله والسلام عليكم